بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة الصلاة الصلاة هي صلة بين العبد وربه تنهى عن الفحشاء والمنكر من حافظ عليها كانت له نورا في الدنيا وفي الآخرة وينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة أشد الحرص يتطهر في بيته ويحسن الطهور ثم يخرج إلى الصلاة في سكينة ووقار وقار في الألفاظ ووقار في الحركة ووقار في الهيئة ويعلم أن كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة ولا ينبغي للمسلم أن يأتي إليها وهو منزعج أو مسرع قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا وينبغي للمسلم أن يبادر قبل الإقامة لكن إذا كان هناك عذر شرعي جعله يتأخر عن إجابة نداء للأذان والإسراع إلى المسجد فإنه إذا جاء فعليه أن يكون متمهلا لا يسرع وتكون عليه السكينة والوقار أيضا إذا وصل إلى المسجد فإنه يدخل برجله اليمنى ويقول الدعاء المعروف يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أو غير ذلك من الأدعية المعروف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وغير ذلك مما ورد في السنة ثم يذهب إلى الصف الأول بعض الناس يأتي مبكرا لكنه يجلس في آخر الصفوف في آخر المسجد والأفضل أنه يتقدم إلى الصف الأول ويكون قريب من الإمام عن يمينه ثم يصلي ركعتين تحية المسجد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويبقى في المسجد ينتظر الصلاة وهو في صلاة مدام ينتظر الصلاة والملائكة تدعو له ثم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قالوا قال الفقهاء يسن له عند قول المؤذن قد من قوله قد قامت الصلاة يسن له أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قالوا لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله قد قامت الصلاة والقيام مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة لكن وقت القيام أنه عند قد فهذا يسن أن يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وقال بعض الفقهاء وهو المشهور من المذهب إنه لا يقوم المأموم إلى الصلاة إلا إذا رأوا الإمام فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يتهيأ للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام يسوي الإمام الصفوف يتقدم الإمام إلى المنبر وينظر إلى الصفوف فيسويها وهذه سنة من سنن الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم وله أن ينظر إليهم ويطلب من بعض المأمومين أن يتقدموا أو يتأخروا وأن يكملوا الصف الأول فإن هذا من استواء الصفوف فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم في بيان ندب تكميل الصف الأول والحضور في الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا يعني القرعة أن يقترعوا على ذلك لقترعوا للدخول في هذا المكان الذي هو يعتبر بالنسبة للرجال أفضل الصفوف والصف الأول ثم طبعا يستقبلون القبلة جميعا الإمام والمأمومين ويقول الإمام الله أكبر هذا القول قول الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة بدون هذا التكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للموسيق صلاة إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وإذا عجز الإنسان عنها لكونه أخرص لا يستطيع النطق بها فإنها لا تسقط عنه وإنما ينوي ذلك بقلبه وإنما ينوي ذلك بقلبه ويحرك لسانه وشفتيه بها يعني إذا عجز عن النطق الأخرص فإنه ينويها بقلبه ويحرك لسانه وذلك قدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا والله أعلم